تشاهدون في هذه الحلقة الفئات الأشد فقراً أو جاع منسية على هامش الحرب شباب يتحدون الصراع ويتطوعون من أجل التنمية والضاح الشريري تجربة إعلامية حافلة بالعطاء والتميز مشاهدين الكرام الآن نبقى مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حصلت خلال الأسبوع اختتم في العاصمة المؤقتة عدم برنامج تدريبي في الخياطة اليدوية ضمن مشروع تعزيز حماية المرأة في اليمن وتلقت 15 امرأة من مديرية البريقة وعلى مدى اسبوعين مهارات تدريبية في أعمال الخياطة والتطريز بالإضافة إلى مكان خياطة وزعت عليهن في ختام البرنامج الممول هولنديا ليتمكن من مواجهة متطلبات الحياة وتحسين سبل العيش اختتمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي وأحيات المؤسسة بالمناسبة حفلا ترفيهيا كرمت فيه 50 مريضة ونجية من سرطان الثدي وذلك في إطار برامج الدعم النفسي للمرضى الفئات الأشد فقرا في اليمن وفي عدن احتياجاتهم وقضاياهم هذا ما نطرحه ونناقشه في قضيتنا لهذه الحلقة ابقوا معنا وجدوا أنفسهم للأقل حظا من بين شرائح المجتمع هكذا يلخص مجتمع الفئات الأشد فقرا وقعه المعاش المحاط بسياج التهميش هو مهمش من الدولة مش مهمش في جنسيته يعني مهمش من الصحة من التعليم من واقع المنطقة اللي نحن فيها نعيش في أكثرنا يعيش في كاراتين على بيتر بيارت يعني ما فيش مقارن في بيارت راشحة واقع المهمشين في اليمن له امتداد طويل في تاريخ المعاناة فهذه الفئة لا تحظى باهتمام حكومي ولا تمتلك مصادر دخل غير ما تجود به أياد المحسنين كما يقولون أربعنا والله تعابة هنا بالحافة ومحد مننا ساري ولا مرتاح داخل هذه الحافة مواطننا في المنطقة هذه ضبحان جدا سواء سوع الرواتب مش موجودة سواء المقارن مش موجود سواء الاعمال مش موجودة عندنا الخدمات السيئة يعني من حيث المقارن من حيث الكهرباء من حيث شبكة المياه يعني ما توقف شبكة المياه ولا صرف صحي موجود مثل الناس منذ ما بعد تحرير عدن من الميليشيا الإنقلابية ومجتمع المهمشين يكابدون شتى أنواع القهر الاجتماعي ويواجهون ظروفا معيشية قسية حتى غدا الفقر لسيقا بجدران منازلهم لا عمل لا دراسة زمن الناس لا حقوق زمن الناس يعني الوضع حاليا حاليا للأسف جهت فين بالبلد هذه في اجتمام ما فيش دولة ما فيش حكومة تقرع لها فين ما فيش حكومة نظائعة ما ندرش منه أبونا من أمنا يحتاج أول حقوق قبل كل شيء مجاري أول حاجة والمياه ضعيفة جدا الإنسان يجلس من الساعة 6 صباح إلى الساعة 3 الفجر وطع وطع لبعا دبا مي دبا مي ما حصلش تحديات كثيرة تقف أمام الفئات الأشد فقرا في اليمن وتحول دون طموحاتهم في حياة كريمة تنتشرهم من أدنى الهامش الاجتماعي وتنهي متاهة اغترابهم فيه نرحب بالأستاذة ثورية مقبل الأمينة العام للاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في اليمن أستاذة ثورية بداية لو تضعينا أمام حقيقة المرأة المهمشة في اليمن وفي عدن بشكل خاص والواقع الذي تعيشه وضع المرأة بشكل عام يعني المرأة في كثير من الأماكن هناك نجاح وهناك بعض المشاكل عن اتحدث المرأة وهذا يحدث في كل المجتمعات ولكن الواقع المؤلم والأشد يعني تعبا وانتهاك اللي هو للمرأة المهمشة اللي تتعاني الأمرين من خلال ما تعانيه من تهميش والنظرة الدونية وإلى جانب الفقر والحاقة والعوز ونقدهم أكثر الأشياء أكثر متواجدين في أكثر الأماكن سواء كانوا في الشوارع في امتهنوا المهن الغير يعني المهن الدونية ومنها التسول وهذا ناتج عن موروثات سابقة وناتج عن الفقر وناتج كذلك عن الحروب والظروف التي مرت بها البلاد فالمرأة المهمشة طبعا يقع عليها الكثير من الظلم والكثير من المعاناة ولكن هناك نساء من الفئات المهمشة هن أكثر نقاحا وهن أكثر تألغا موجودات في مختلف محافظات الجمهورية ومنهم من اعتلوا على المناصب سواء كانوا في الجانب الحقوقي الجانب الإنساني أو في المناصب الإدارية أو التعليمية أو الأكاديمية تاريخيا متى تم تصنيف هذه الفئات فئات مهمشة بمعنى آخر متى اعتبرت أو متى تم هذا التصنيف الطبقي التصنيف الطبقي طبعا موجود هو من مئات السنين أيام الدولة النقاحية ولكن هذا الموروث وهذا النظرة الدونية لهذه الفئة هي يعني قد تم القضاء عليه في المحافظات الجنوبية في أيام الحكم طبعا سالم ربيع علي فالكل يعني يعرف عن هذه الظاهرة اللي كانت ظاهرة ممتازة وظاهرة إيقابية للكل كان الكل يشيد فيها وحتى أنه بعد الوحدة أراد أو أرادت هذه الفئة الموجودة في المحافظات الشمالية والمحافظات الأخرى وحتى في بعض المحافظات القنوبية موجود هذه النظرة الدونية ولكن ما كانتش هي بالصورة يعني الأكثر مقابهة يعني كذا للوجه فهنا نقول أنه أرادوا أنهم أن يأخذوا من التقربة هذه التقربة القنوب وأنهم يأخذوا يعني نظرة الإيقابية وعلى أساس أنه يعملوها في يعني تنقل إلى المحافظات الأخرى وطبعا نقلنا هذا العمل عبر الاتحاد عبر تأسس الاتحاد عبر القمعيات عبر الكثير من النساء والشباب والنساء طبعا الموجودين اللي هم أرادوا أن يغيروا من واقع حياتهم ويأخذوا من التقربة التي كانت موجودة عندنا وعملنا على التأسيس طبعا وساعدناهم في التأسيس من عام 2005 حتى 2007 وعملنا على التأسيس حتى تم الإشهار الإشهار الاتحاد وضمينا الكثير فيه من القمعيات التي تعني بهذه الفئة هل راعت القوانين الدولية والقوانين المحلية إذا ما صنفناها بين دولية ومحلية حقوق هذه الفئات؟ طبعا قلنا أن القوانين الدولية أو القوانين المحلية حتى الدساثير هي لا تصنف الناس الناس كلهم سواسية بنظر القانون ولكن المشكلة الموجودة هي من الموروثة الذي موجودة أو العادات والتقاليد الموجودة بين أوساط المجتمع والمتناقلة والمتوارثة من قيل بعد قيل هذا الذي أثر فيهم وحتى أن تشعري بألم لما تتعايشي وتنزلي لمستواهم وتشوفي حياتهم وكيف يعانوا كيف هم منبوذين في تقمعات خاصة لهم وحياتهم خارج عن المجتمع يعني تحصلهم في أماكن بعيدة في أماكن خارج عن نطاق المجتمع القبلي نعم هنا يعني يسبب لهم الكثير من الألم والكثير من المعانا هل هناك انتهاكات تعرضت لها المرأة المهمشة في الحرب وبعد الحرب كذلك وما أبرز هذه الانتهاكات إن وجدت هي الحرب طبعاً جاءت بشكل عام طبعاً ما كان مصنف لفئة أو لفئة أخرى الحرب جاءت هي على الكل ولكن يعني الفئات المهمشة كان الانتهاك الذي وقع عليهم نتيجة أولاً في منهم مثلاً يواقهوا صعوبة كبيرة منهم كان ما عندهمش الاهتمام في إخراج شهادة الميلاد أو الوثائق الثبوتية التي تثبت تهويتهم أحياناً يعني يوجدوا أنهم قد يكون سبب أنفسهم يعني يكون عندهم سبب عدم الاهتمام أو في سبب آخر يواقهوها اللي هو اللون أنه يتهموهم على أساس أنهم هذون قد يكونوا صومان قد يكونوا قاءوا من القرن الأفريقي وهنا يحصلوا صعوبة في استخراج شهادة الميلاد أو ثبات الهوية فالصعوبة اللي يواقهوها بعد الحرب اللي هي أنه ما بش معاهم يكون جانب المادي أو عدم معرفتهم إلى فين يعني يتوقهوا إلى فين وشيء آخر في منهم ما عندهمش الإمكانية مثل ما قلنا ماذا عن النظرة المجتمعية لهذه الفئة؟ هل نستطيع أن نقول بأنها ألغت آدمية أو إنسانية هذه الفئة؟ يعني هنا نقول أنه النظرة النظرة التي موجودة قلناك ما كنش هي في كل المجتمعات اليمنية هي موجودة في بعض المحافظات يعني أنا لاحظتها في تعز ولاحظتها في شبوة ولاحظتها في بعض من مناطق التي هي قعطبة ومريس وفي صعدة في أكثر من محافظة نلاقي هذه في صنعاء يعني في حياتهم مأساة يعني يعيشوا في كأنه آدميتهم ملغية عايشين في أماكن منازلهم عبارة عن حفر كذا عميقة وعليها بلوك وبعدين تتغطى من طرابيل الزرقة هذه ويعيشوا داخلي متعرضين طبعا يتعرضوا للبرد متعرضوا لحرارة الشمس أيام الصيف وبشدة البرودة يعني هنا المآسي إلى قانب عدام الخدمات لا ماء لا كهرباء يعني حتى عملية قلب المياه يلاقوا كثير من الانتهاكات وكثير من التحرشات تقع على النساء وعلى البنات يعني خاصة واقهوا الكثير من التحرش الجنسي واقهوا الاقتصاب في قضايا كثيرة تبنىها الاتحاد في مختلف محافظة القمهورية وكان لهم إلى الآن يعني زاد النشاط الأكثر موجود في محافظة تعز وفي عدن وفي المحافظات الأخرى كبيرا في لاحق وفي أبيان في شبوة لكن أكثر أكثر نشاط طبعاً نحن الذين لاحظوا الآن اللي هم موجودة نشاط في محافظة تعز معانا يعني الناشطات أكثر اللي هي الأخت ميسك والمقرمي ومعانا سميرة نبيش اللي هي محامية اللي هي محامية وآخرين يعني معاهم يتبنوا الكثير من القضايا القضايا اللي هي انتهاكات اللي تقع على الفئة المهمشة فهم يكونوا السباقين حتى سواء كانت في محافظات أخرى فهم ينتقلوا للدفاع عن هذه الفئات السكن في عدن السكن الفئات الشد فقراً أو الفئات المهمشة في عدن هل هناك تشابه من ناحية السكن بينها وبين بقية المحافظات؟ لا يمكن نقول إنحنا محافظة عدن في نوع من الاختلاف عن المحافظات الأخرى اللي شاهدت لأنه محافظة عدن يمكن في نوعاً ما من التطور يعني اللي هو موجود نوعاً ما موجودة الخدمات يمكن تلاقي خدمة الماء الكهرباء اللهم يعني في بعض الأشياء تحصل لهم مثلاً مثل ما يحصل بشكل عام مسألة طفح المقاري أو انقطاع الكهرباء هذه طبعاً بشكل عام وأحياناً اللي هي واقفة بعض المشاكل حان تكون مشاكل عام وحان تكون مشاكل خاصة للمنطقة نفسها لأنه تكون غير مؤهلة لطرقات ما فيش كلهم تحصل لهم متجمعين في تقمع سكاني متداخل لا تبقى مثلاً الطرقات مسألة الحرائق وكذا العشوائية كلهم متجمعين في مكان واحد فهذا هنا تقل يعني مسألة الخدمات وتصبح شبه معدومة أو منقطعة عنهم لكن المحافظات الأخرى يعني مأساة فضيع يعني حالتهم سواء في شكلهم أو في لبسهم أو في حياتهم يا فلاقهم في الطرقات في الشوارع في منتهى عكس ما هم الذي موجودين في محافظة عدن في نوع من التعليم واندمجين في التعليم واندمجين يعني حياتهم غير يعني أفضل نفعهم يعني التطور الموجود والنظرة ما هيش بهذا الشكل الآن بدأت كانت بدأت من فترة يعني أحيان تظهر وأحيان تختفي هذه النظرة إنما كلا على حسب العادات والتقاليد اللي موجودة في كل أسرة ولكن الذي يعني مثل ما قلت لك إنه المحافظات الأخرى وضعها سيئ يعني وضعهم متشابه يعني سكنهم عيشتهم وحتى أنهم يعني متزاوجين أو تلاقي مثلا لهم صلة قرابة اللي موجودين مثلا في تعز بيكون في لهم صلة قرابة مع ناس في أبيان في لهم صلة قرابة ناس موجودين في شبوة والمهرة وهكذا يعني هل تم تصفات أو ممارسات خاطئة تمارسها هذه الفئات أو الفئات المهمشة ساهمت في جعل هذه النظرة المجتمعية سيئة إزاءهم أو الدنيا نستطيع أن نقول أحيان يعني أني نقول نحن هذا كله يعود على رب الأسرة الكثير من الأسر اللي هم يعني يعخذوهم مثلا هم فئة المهمجين أو فئة الأقدام فتحصليهم إنهم أبنائهم قد وصلوا إلى على المراتب منهم أطباء منهم صيادلة منهم يعني موجودين في أماكن مرموقة وحتى أنهم متزاوجين مع الفئات الأخرى وفي منهم هم يعني تحصليهم قد يكون الوضع اللي هو المعيش اللي هم فيه يعني سكنهم وعيشتهم يعني يجعلهم خلص يتوارثوه يبقي الأب والأبناء وذلك نفس يعني نفس النمط ما عاد فيش أي تغيير فيهم عكس فيه منهم مثلا انتقلوا للمدن أو غيروا من حياتهم هذا يعود على الأسرة نفسه وعلى البيئة نفسه الذي هم يعيش فيها وكيف هم بيساعدوا أنفسهم أنهم يخرجوا وأحيانا يكون الفقر والعوز يعني هو عائق وأحيانا يكون أنهم خلاص يفضلوا أن هذه عيشتهم يمتهنوا المهنة الدونية والتسول يبقى عندك يقول لك مهما تعلم ابني يبقى مكانه المكنس مراعيله يعني هذه الأشياء الذي ألم نحن الآن عاملين على أساس أنهم التعليم يعني في قروبات الآن شغالة على أساس أنه التوعية في جانب التعليم في جانب الصحة وقبل كل شيء التعليم هو أساسي يعني الذي هو بيرتقي ترتقي هذه الأسرة أو هذه الفئة إلى الأفضل يعني توصل إلى على المراتب والاندماج في المجتمع ماذا قدمت الدولة والحكومة للفئات الأشد فقرا نلاحظ أنه يعني في الصوت ارتفع صوت الفئات المهمشة عبر الاتحاد وعبر رئيسها طبعا نعمان الحذيفي والجمعيات ومؤسسات العاملة في مختلف محافظات القمهورية نحن نشتغل على مستوى محلي وعلى مستوى قليمي ودولي ولرفع معاناة هذه الفئة فنقول أنه هنا الدولة الآن بدأت تنظر مشاريع قادمة إن شاء الله اللي هي مع اليونسف التدخلات التدخلات في قانب الصحة قانب الرعاية الاجتماعية وقانب التعليم والبيئة وأشياء كثيرة قادمة إن شاء الله سننفذها في الأيام القادمة بنبدأ بمسوحات وثم بيكون التنفيذ أولا بنبدأ في محافظة عدن ثم بننتقل إلى المحافظات الأخرى بإذن الله عبر اليونسف ما بدأ تفاعل الحكومة مع هذه النداءات التي ذكرتها أصد وثريا التفاعل طبعا كل يعمل في محافظة عبر الجمعيات ومؤسسات التي تعمل معنا فهم يعني يعملوا بقدر المستطاع الآن الوضع وضع البلاد يعني بشكل عام هو شبه متوقف الخدمات أو الأعمال عنه وشبه توقف الوزارات وكله يعود على حسب الوضع العام للبلد فكل يعمل بحسب مقدرته وحسب طاعته فكان لنا أيضا تواجد قبل شهر تقريبا في محافظة شبه وعملنا على تأسيس الاتحاد في محافظة شبه على أساس أنهم يبدأوا ويهتموا بالفئات الموجودة في هذه المحافظة وكذلك في محافظة المهرة إن شاء الله قريبا بيتم الإشهار ثمان أستاذ الثريا ما الذي يحتاجه مجتمع المهمشين اليوم للارتقاء بنفسه والاندماج بالمجتمع اليمني بشكل أكبر يعني تحتاج هذه الفئة أولا إلى التوعية التوعية من قبل الأسر والمجتمع نفسه وكذلك في مناهج التعليم وكيف تقريم يعني كلمة التهميش أو كلمة التخادم أو النظرة الدينية اللي موجودة داخل أولا في المدارس وفي المجتمع نفسه كل ما خفته يعني يبدأ من الأسرة كل ما خفته عن هذه النظرة وأنه مثلا في القانب الديني يأخذوها وقانب الأحاديث النبوية الشريفة اللي موجود فممكن هنا أنها تخف والدولة كمان يعني تغيير نقول لازم أنها تدخل في المناهج والشيء الآخر أنه نعمل نقول على المجالس المحلية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات التي تعمل أن لا يأخذوا من أنه لا يطلعوا على عاتق هذه الفئات الكل يعني يستفيدوا منهم كل من أسس يعني مؤسسة أو جمعية فيقول لك أنا بشتغل على هذه الفئات يعني يعطوهم ترقع العمل عكسي اللي يرقع عدوانية حتى أنهم بعد يقبل لش أحد يدخل أنه يقول لك يأخذوا مننا معلومات يأخذوا كذا ويروحوا ومعاد يرقعوا ما فيش هنا ما فيش هنا ما فيش أثر يرقع لهذه الفئات لا شيء لا تدخل لا حاجة يعني اللهم استرزاق فهنا نقول أنهم يتقوا في أنفسهم من العمل على هذا الشكل فكل من يعني أراد أن يشتغل على هذه الفئات أن يأتي بعمل وكله على الاستمرارية ما يقش يعني يعطيني قطمة يعطيها قطمة رز أو سكر وزيت ويمشي ويأخذ من وراء ظهروا أشياء كثيرة نحن نريد بهم السدامة السدامة المشاريع اللي هو التعليم الصحة كيفية تحسين بيئتهم النظافة التوعية أهم حاجة التعليم وأنهم كيف يأخذوا حقوقهم وكيف يندمجوا في المجتمع على الأقل يعني ينهضوا بأنفسهم أولا بالأجيال القادمة اللي هم الصغار يبدأوا لهم في التعليم حتى أنهم لا يبقوا في الشوارع متساولين لأنه أسفي يعني تشوفوا أنه بنات يعني في مقتبل العمر وهم في أسواق القات وهم عند المطاعم وهم في الطرقات يتعرضوا لكثير من التحرشات وكثير من انتهاكات يعني أحيانا نصعب أن نحن نروح للمحاكم أو للشرق نلاقي كثير من القضايا وفي الأخير تلاقي الأسرة لأنه تقول لك أنا إيش بيعملوا لي يعطوها زائد ناقص وتضطر أنها تتنازل حتى أحيانا توصل إلى قرائم القتل وقرائم التعذيب يعني موجودة في يلدقوها من ناس آخرين ينتهكوا حقوقهم أو ينتهكوا آدميتهم فيعني نقول لهم يتقوا الله في أنفسهم وهذه الأسرة كما نجيب عليها أن تحافظ على بناتها بقدر المستطاع الأستاذة طريب أقبل الأمينة العام للإتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرة في اليمن شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء شكرا لكم شكرا لقناة بلغيس أشكركم على هذا اللقاء الجميل ومتواضع وتمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق الدائم إن شاء الله لا تزال مدينة عدن الجميلة تسخر بالعديد من الحكايات والقصص اخترنا لكم منها هذه الحكاية فابقوا معنا في صورة مغيرة لإفرازات الصراع القائم أظهر جيل جديد من الشباب مقدرة على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس مستمدا زخمه من مبادرات تبتكر حلولا إبداعية للاختلالات المتراكمة مبادرات شبابية طوعية تجلت حضورها في عدن منذ العام 2015 تحاول بإمكانيات بسيطة وإجراءات تقليدية المساعدة في تخفيف معاناة المجتمع وملء الفراغ الناتج عن غياب الدولة لقد رسمت المبادرات الشبابية أبهى لوحات المدنية وعززت مفاهيم الوعي المجتمعي والقيم الإيجابية التي تسامت أهدافها رقياً وتحضراً أتقي هنا في مبادرة أساسة وهدفة أنه يكون توعية الشباب بالظاهر السلبية وكيفية مواقهته عملنا عدة مشاريع منها بصمة إنسانية عملنا أنقض الطفولة مع اليونسيف وبصمة إنسانية مع المجلس الانتقالي وعملنا كمان توعية بالجندر نوع الاجتماعي العنف ضد المرأة وضد الطفل خاصة بعد الاقتصابات الأخيرة عدة مشاريع عملنا فكانت هذه من الأهداف والرؤية والرسالة أن نحن نقوم من توعية الشباب وتغير سلوكياتهم عشرات المبادرات الشبابية التطوعية انطلقت من ساحة الجامعات والمدارس وكان لها أثرها التنموي في المدينة التي أنهكتها الحرب وغابت عنها مؤسسات الدولة أمام تراكمات السنين أهمية المبادرة هي تكون بأنه بتبين روح الشباب بتبين فعلاً أن الشباب قادر يعمل من الماشي بيعمل شي بيقدر يعمل يعني تغيير في منطقة أو في مكان ممكن أن الدولة ما تقدرش تشتغل فيه لعدة أسباب أيضاً بيبين أنه الشباب مهما كان في الظروف اللي واقع عليهم هم مستعدين أن يبدلوا مقهود كبير عشان البلد هذه وعشان يغيروا فعلاً شي مش مقتنعين فيه هوم الشباب كمان بتبين أنه روح الألفة والمحبة اللي بين شباب مدينة عدن وحبهم للمدينة هذه كيف أنهم اجتمعوا كامل على أساس اسم واحد وتحت سقف واحد اللي هي طفرة عدنية تنوعت الأفكار والمجالات التي تبنتها المبادرات الشبابية ما بين حملات إغاثية وتوعية بيئية صحية وأخرى ثقافية جمالية وأنشطة إنسانية أوجدت واقعاً جديدة في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد تمضي المبادرات الشبابية قدماً في سباق العطاء مستثمرة انطاقات الشباب ومواهبهم وإبداعاتهم في الجهود التنمية هذا النوع من التضامن الشبابي والتعامل مع الأزمات يشكل واحدة من إيجابيات المجتمع اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار مركزين بالشكل الأساسي على الضوائر منها المخدرات حمل السلاح فكانت حمل السلاح صعب أنك تجي تواقع المجتمع فيه ممكن قزق منه بتوعي وقزق لا لأنه كل حامل سلاح يعني حتى الأمن فصعب أنك تجي تقنع شخص أنه لا تخرجش من بيتك حطه فعملنا عدة أفلام وحطيناها في سكتش مسرحي كذا يكون مثلاً يحكي عن أنه شاب في المنزل يجي يشيرو حضارة بصاحبه ويطلق رصاص تجي فق أمه فكان شكل مؤثر والناس تأثروا تقريباً كان الحضور 500 في مطعم الحمراء تشابتت الأياد الشبابية في عدن لتنفذ عنها غبار الحرب وأثمرت جهودها في إعادة الوجه الجميل للمدينة المشرقة دوماً بالرقي والتحضر والتعايش والسلام وضح شليل إعلامي متميز يرى في الإعلام طريقاً لتلمس الحقيقة ويرى بأن الإعلامي طائر حر لا يجب أن يقع في مصيضة التبعية أو التعصب وضاح عبد صالح الشليلي أحد الكوادر الإعلامية الشابة في العاصمة المؤقتة عدن استطاع أن يضع له بصمة في مجال الإعلام وسجلاً حافلاً بالعطاء والتميز بدايتي كانت زي أي طفل يعني في الإضاءة المدرسية كانت دائماً ملم بإسمعات الأخبار يمكن أنا الوحيد بين أخواني أنه يعجبنا أنه أتابع دائماً نشرة الأخبار الأطفال شغف الإستماع للغة العربية الفصحى بداية العمل الإعلامي تقريباً من عام 2011 وقبلها كان في إطار الدراسة النظرية كان وضاح ضمن أول الملتحقين بقسم الصحفة بجامعة عدن عقب افتتاحه مطلع العام 2000 وعمل بعد التخرج في مجالات إعلامية مختلفة مطوراً من قدراته ومهارته الإعلامية افتتح غسم الإعلام في عام 2001 أو 2000 وكانت هذه بالنسبة لي فرصة تاريخية يعني فرصة استثنائية بالنسبة لي أنا شخصياً الغسم إعلام جديد لأول مرة افتتح في عدن لما دخلت تخرجت من الثانيه في العام 1999 في العام 2001 أحد اتجات مباشرة لدراسة الإعلام ودرس أربع سنوات الإعلام استفت كثير من الدراسة إلى جانب الميولي للمجال الإعلامي هو اللي يحفزنا هو اللي أعطانا فرصة أنه أخوض هذه التقربة في العام 2011 التحق بقناة وتلفزيون عدن وعمل فيها محررة للأخبار ومراسلاً ميدانياً وحظي بالكثير من الدعم والتشجيع في القناة بعد أن لمسوا فيه الرغبة في العمل والمقدرة على الإنجاز ليصبح اليوم واحداً من أبرز المحررين ومعدي برامج بعد ما تخرجت زي أي شاب يعني تخرج يحاول قدر المستطاع أنه يبحث له عن فرصة عمل كانت الظروف هذه الفترة ما كانت تساعد يعني الطالب أو الخريج أنه يبدع أنه يحاول قدر أنه يدخل في مجال الإعلام أو يطبق اللي يدرسه إلى 2011 كنت من الملتزمين يعني في تقديد اسمي في الخدمة المدنية فأول ما أجدت الأحداث في 2011 كنت أنا من ضمن الموظفين اللي نزل اسماءهم في الخدمة المدنية الستين الألف الوظيفة المعروفة نتيجة لشغفه الإعلامي وتفانيه في العمل تم تكليفه بتغطية فعاليات رئاسة الجمهورية كما أوكلت إليه مهمة تغطية جلسات مؤتمر الحوار الوطني ومهام أخرى عديدة داخل وخارج العاصمة المؤقتة كل لجميعها بالنجاح حب العمل هو نقطة سر النجاح لأي إعلامي مش الوظاح الشري اللي فقط عندما تحب عملك وتحب يعني أنه الناس تنظر إلى عملك بكل موضوعية بدون مبالغة هو هذا اللي يعطيك دافع ويعطيك يعني تشجيع الجميع أول ما دخلت غناة عدن في مجال الأخبار بدأت أتعلم إعادة سياغة الأخبار كيف طريقة المنتج يعني أكتشفت أنه السنوات الأربع اللي درسها ما لهاش علاقة بالتطبيق العملي فحاولت بدأت بداية جديد أبرز محطة بحياتي واللي اعتبرها محطة استثنائية لي شخصيا هو بعد غرار قيادة القناة بتكليف والضاحة الشليلي مع طاقم من المصورين بتقطية نشاط رئاسة الجمهورية بعد انقلاب الحوثي وخرج رئيس الجمهورية لعدن إعلان العاصمة الموقعة عدن بدأت رئيس الجمهورية يعني يعيد نشاط المشهد السياسي من عدن فكنت أنا المكلف في هذا الموضوع أنه أن تمهمتك تغطي فعاليات نشاط رئيس الجمهورية بشكل يومي والحمد لله أثبت وجودي وغطيت هذا لأي نشاط وأي أحداث كانت تتسارح لذلك الفترة كنا نغطيها بصورة كاملة وشاملة الإعلام كما يرى وضاح رسالة سامية يجب أن يساهم في توعية المجتمع والانتصار لقضايا الوطن والمواطن متطلعا إلى إعلام وطني فعال ومؤثر ومساحة واسعة من حرية التعبير تجنب الإعلاميين مشقة العمل ومخاطر الملاحقة الإعلام أصبح لمن هب ودب مع احترامي لهذا فنحن الآن في ظل التواصل الاجتماعي وأيضا تطور التكنولوجيا لهذه أصبحت الشهرة سريعة جدا يعني فمجال الإعلام لعدة تصل زي زماني تلفزيون أو إذاعة وصحف أصبح الآن شبكة تواصلت معي هي الركيزة الأساسية في تشكر رأي عام حتى وللأسف الشديد أصبحت أصبحت للمهاترات أصبحت أصبحت الأخبار بدل ما تبني بدأت تهدم أنا أنا شخصيا أرى في الإعلامي أنه شخصية أو يعني أرى في الإعلامي هو كيان لابد أنه يعمل على بناء المجتمع أن يصل الإعلامي إلى إلى طريق تجعل منه سلعة أو تجعل منه يعني يعني تجعل منه يهدم كيان هذا الشيء أساكي كثير المهنة نحن محتاجين بصراحة إلى من يضبط هذا الموضوع إلى هيئة أو مؤسسة إعلامية أو وزارة أي شيء يضبط العمل العامي الوضع إلى حد الآن يعني منفلت لا يمكن بكل الأحوال أن نشعر أن نحن في وضع آمن ويستطيع أن الإعلامي يمارس مهامه بكل حرية مشاهدين إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر وعندوق على مرات الترقب أبحث عن العملين حتى ترجمة نانسي قنقر وح manageعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسية للجمارس ترجمة نانسي قنقر شكرا